تأهيل محطة تصفية المياه العادمة ببيوغرا رفع من جاهزية المحطة من خلال تجاوز الإكرهات التقنية والبيئية مشروع حيوي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 80 مليون درهم يشمل الرفع من الطاقة الاستيعابية للمحطة وتوظيف عدد من التقنيات وفق مواصفات عالية الجودة لمعالجة المياه العادمة لتجاوز عدد من الإشكالات السابقة الهدف ديالو توسعة شبكة تطهير سائل المدينة وكذلك إنجاز محطة جديدة لمعالجة بعض الإكرهات السابقة التي كانت تعيشها المحطة السابقة التي أنجزت في 2004 المكتب من خلال هذا المحطة يقوم بتتبع مرضودية التنقية في هذه المحطة وذلك طبقاً للمعايير المعمول بها وطنياً وذلك من خلال أخذ العينات في مختلف مراحل المعالجة بهذه المحطة وهذه المحطة تعتمد واحتقنياً لها متطورة تأهيل هذا المشروع المهيكل بالمدينة تزامن مع إطلاق الشطر الثاني من مشروع التطهير السائل بمدينة بيوغرا والذي شمل توسعة شبكة التطهير لتشمل كافة أحياء المدينة كنا نعاني قبل ما يجياد المشروع هذا الريحة والناموس وذلك الحمد لله مني جياد المشروع هذا وأمور تحسناتها كنا نعاني من هذا الشي ديال الريحة والناموس والزناقي فيهم الماء وذلك شيء ولكن الحمد لله دروك الحمد لله أراها بخير وعلى خير الحمد لله اليوم بعد الإقراهات اللي كانوا في السنين الماضية محطة المعالجة كتشوف النور اليوم بهذا النظام الجديد يلاقينا جايري اللي الحمد لله غادي الساكنة غادي التهنى من الروائح الكاريهة هما مشروعان متكاملاً يدخلان ضمن البرنامج الوطني لتطهير السائل لتعزيز البنية التحتية بمدينة بيوغرا وتأهيل عدد من المرافق وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين